تي مجهود فيها كبير وطاقة تتنجحيها بس للأسف ما بتنجح بالآخر ليك أنا أولا مرة واجهت خلينا نقولها الفشل ايه أول مرة بقولها ما صار معي هالشي من قبل أفلامي كانت كلها ناجحة ومحبوبة من الكل ولا مرة صار معي ياللي صار مع بومبي فيلفت كان شي كتير كتير بشع حسيت كأنه حدا توفى بالعيلة هنوع من الشعور بيد الشر آم لهيك إيه كانت تجربة بشعة لأنك بتعطي من قلبك وأنا ما بعمل كتير أفلام مشان هيك مشان هيك بتعلق كتير بالأفلام اللي بعملها قصدي بتورط فيها خاصة بفيلمة البومبي فيلفت كتير استمتعت بتصويرها الفيلم ايه بتذكر هالشي يعني من ناحية الإبداع كانت أفضل تجربة إلي لهيك كان حظي قليل إنه ما جاب الربح يلي كان من المفترض إنه يجيبه هيك فيلم بس بفتكر إنه لازم تمرق بهالنوع من الإشياء بالحياة تتضلك على الأرض وبعدين فيلم دي لذكنا دول اللي كان فيلم كتير ممتع بالنسبة للكل كان مليان بالفرح وكان واضح إنه كلكم تسليت وأكيد وكمان كنت حابب أسألك كيف كانت التجربة كونك عليقاني كنت على متن هذه الباخرة كنت بأوقات أخد وقت تأرتاح وانزل عنا أوكي عن الباخرة عن جد؟ عن جد كنت روح شوف المطرح اللي نحنا فيه وبعدين أرجع أو انزل وارجع أخد طيهرة وروح زور مطرح وبعدين أرجع على متن الباخرة أوكي كنت عم بعمل إشياء كتير حلول كنت عم بتاخذ الفترات للراحة كنت عم بستفيد من هالفرصة كانت تجربة بتعقد عن جد بس عادة عن هيك الفيلم كان علاقتي كانت منيحة مع الكلب الفيلم كانت علاقتي منيحة مع بريانكا من السهل أنك تحكي معه وزويا أكيد بس لسوق حظي زويا كانت مشغولة كتير بأشياتين وأكيد في رانفير كنت عارفة أنه بيسلي وأكيد ما بتزهق وتايكون هو موجود يعني أنه وانيل كابور أنا كتير معجبة فيه كل مرة كنت التقى فيه كان يسألني أسئلة مثل شو التمارين الرياضية اللي عم تعمليها شو رح تعمل اليوم خبريني عملتي كل تمارينك ولا بعد فإذا كانت شغلة حلوة كانت بتسلي قصدي ما حسيت حالي أنه لازم أهرب أو شي أوكي كيف كانت تجربة الشغل مع رانفير بعد مدة طويلة ما اشتغلته فيها سوا فيه ما بعرف فيه نوع من الراحة وقتا نكون مع بعض تعرف بفتكر بصراحة ما بعرف شو معناتها بس بفتكر نعرف بعض بطريقة ما ومنكمل بعض بطريقة معينة ما بعرف شو هي عن جد بس هي موجودة رانفير بيقنعني أنه نحنا كم ممثلين بنلبق كتير مع بعض على الشاشة بيقلي لا بس معي قال هالشي ببرنامجة كمان عن جد لا ايه قال هالشي بس سألته عن الموضوع أنا قلت له أنه لا ما بنزبط مع بعض بس هو مصر أنه بلا بنزبط سوا مع مين مع مين برأيك افتكرت أنه مع رانفير بي بومبي دلمت عن جد أوكي بس هو قال لا طيب تننتقل لسؤال المليون دولار اللي بيسألوا لكل المسلة وبأكتر الأوقات الإجابة بتكون مشكوك بأمرها شوي هل ممكن لتنين من المسلات أنه يكونوا أصدقاء؟ ليك أكيد هالشي ممكن إذا اتفقوا كأفراد أنا إذا ما اتفقت مع حدا بشكل عام ممكن يكون ممثل أو مساعد مخرج أو بيعمل مونتاج أو أي حدث أنا ما رح طور الصداقة معه بس إذا قدرت اتفق مع شخص بس أكيد ممكن ممكن تتطور هالصداقة ترجمة نانسي قنقر